السلام عليكم كديرين حبابي كديرين شو باركم صحة لباس نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير تنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح رمضان كريم وكل عام وانتم بخير تنتمنى ربي يحفظكم من كل ادى ويربي يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والعافية وكل ما تمنيته اليوم سنعطيكم واحد صيغة لجلب المطالب الحاجة اللي تتكون تعسر اي حاجة متعسرة عندك زواج عمل دراسة ابن ابن تكون عنده مشاكل مع الام ديالو اما المشاكل اللي تتكون مع الزوج اي حاجة متعسرة بالنسبة لك انت في المنزل اما عن زواج او عن عمل او عن تعسير الاحوال المادية او اي مطلب اي مطلب باذن الله ستحقق بصورة الانعام صورة الانعام لها قدرتها ولها طاقة نورانية في جلب الخيرات باذن الله ولكن احنا اليوم نحطها الناس اللي عندهم الامور متعسرة الناس اللي عندهم مشاكل اه متعسرة اه اما زواج اما امراه مطلقة بغت ترجع للزوجية لها اما البنت تفرقت مع الحبيب دي لها وبغت ترجع لي اما البنت اللي عندها مشاكل مع اخوها وبغت يحن عليها ويدخل عندها للعتبة وإما بثبت المشاكل اللي عندي في القناة جوب هد صورة الانعام لتحقيق الامنيات كاملين اي امنية تخطر لك على بالك انها صورة الانعام تقريها مدة ثلاث ايام لتحقيق الامنيات للامور المستعصية الامور اللي عندك فيها مشاكل الامور اللي انتي حسب راسك لا حول لك ولا قوة الا بالله ما عندكش جهد لديك الحاجة وما عندك حتى حاجة غير باب الرحيم باب الكريم باب الجواد هو اللي غير يعطيك السؤال ديالك لان الله موجود لا تسدوك على البيبان كين باب الرحيم هو اللي غير يرحم عباده من جميع المشاكل ويعطيهم اي حاجة فيها خير اذا احبابي في الله احنا في شهر رمضان نقرأ في القراءة القرآن نحيدوا الشوائب نحيدوا المشاكل بالقرآن الكريم لان القرآن الكريم هو اجمل حاجة ودعا لنا الله في طريقنا اي حاجة تتحسي بضيق او كسل او مرض او اي حاجة كين باب الكريم وباب القرآن الكريم لتطهير البدن من جميع الشوائب النس اللي عندهم مشاكل في الحياة صورة الانعام ان شاء الله غادي تديرها مدة ثلاثة ايام من مرة العشاء غادي تقروها ان شاء الله بنية اه اي نية نية شفاء نية رجوع الحبيب اه نية الزوج يتصلح نية الولد يتصلح نية انني بغيت مال نية انني بغيت انني ربي يصلح حالي اي نية تختر لك على بالك اذا ننقرها مدة ثلاثة ايام من مرة العشاء كلها من صلي العشاء نبقى نقرها مرة وحيدة اه غادي نصلي على الرسول مئة مرة او غادي نقول الدعاء انا نحطه لكم ان شاء الله باش تقرأه تقرأه بالصيغة اللي بغيتوا انتوما هاتقرأه سبعات المرات من مرة قراءة صورة الانعام صورة الانعام لتحقيق الامنيات لتحقيق تجلب لك السعادة ورحت البال جربوها وما غاديش ندمو باذن الله لان لا تجربة مع الله القراءة الكريم له طاقة نورانية طاقة رحمانية بخصوصا في شهر رمضان اذا حبابي في الله انا اعطيكم التصيغة تقرأوها بتماعون وتقرأوها على نية اي حاجة في الخاطر ديالكم تحضروا الخاطر ديالكم الشيء اللي بغيتوه في الحياة بغيتو الزواج كل اللي غادي يحط بالزبط الامنيات تحطوا جميع الامنيات في الخاطر ديالكم ولكن يكون عندكم نية بان الله سبحانه وتعالى تكوني على يقين ان الله سبحانه وتعالى هو اللي غايتك ديالك الحاجة وتكون نية ديالك حسنة تكوني على وضوه تكوني على صلاة تكوني على قلب طيب وربي رغدي يعطيك السؤال ديالك اذا الدعاء من بعد من بعد صورة الانعم وتقرأوه سبعات المرات انا غادي نحطوه لكم تقرأوه بطريقة ديالكم وبالصيغة ديالكم اذا بحاول الله وقوتي ما بقى ليا غير نقول لكم حاولوا تديرها ان شاء الله مدة ثلاثة ايام ومن غادي تعجبكم هذه الصيغة غادي تبقاوه اي امنية غادي تجبدوها وتقرأو صورة الانعم وغادي تحقوه الامنيات اذا احبابي في الله تنتمنى انكم تدعموني بلايك وباشتراك وتحاولوا انكم تبرتجيوا الفيديوهات باش لعلو عسى بسفة الناس اللي محتاجين للوصفات وربغي يكون عوين في هاتشهر رمضان عندي احساس وعندي امل ان الله سبحانه وتعالى لابد غادي يرفع لنا الدر وغادي نكون من المؤمنين اذا احبابي في الله رمضان كريم وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة